ما بعد الهي العملية تو نرجعوله مولجي قراءة شاملة بعد اللي سمعتوا الكل ونشول البتار متاعنا ونرجو اليوم مع عسام ساخت المو عنده بعض المطاعات حول هيدا السيدي اللي هزا السلاحة لسنة فضل ماتش نترحم على شهداء العملية الإرهابية وهي عملية إرهابية تو مبعد كي نرجع التصنيفها من كل واحد من زوية نظر متاعه وعندي المتغيرات اللازمة اللي ناجي من ألف بيناتها بش نقول راهي عملية إرهابية تو نجوها مبعدين برنسيب ونترحم عليهم دون فرز لأنه حتى سمعت بعض التعليقات في وسائل الإعلام من الصباحة حتى التوى حتى ينبكري شوي يفصلوا بين الساعة الأربعة اللي توفاوا اللي يرحمهم هما شهداء الوطن فيما فيهم ليدو كوزان حداد رهم توينسا راه نعم توينسا أنه فيهم واحد عنده باسبور فرنساوي ولكن أصلوا توسي قبل كل شي هما توينسا هما توينسا ليدو كوزان حداد توينسا قبل كل شي نعم وهذه تويني أولاً عدن كارد إدنسيتي تونسية وتويني على كلمة بربي ثم كلمة بذيئة ماذا بي معاش نحب أن نستعملوها كما أختها الأخرى الكلمة البذيئة متاع كلمة الأهلي الأهلي تعيدنا إلى مرحلة ما قبل مجتمعي والمرحلة ما قبل مدني أيضاً كلمة الجيري اليهودي في توس روما عن الجيري اليهودي في توس عنا مواطنين تونسيين يدينون باليهودي كما أنا مواطن تونسي أدينوا بالإسلام أو قد أكونوا ملحد أو قد أكونوا باش ننسي باش الحد أو قد أكونوا لا ديني في تار التنوع الديني في مهات الأمر هم مواطنين تواصل هذاك علاش عملية الفرز هدية في كونه الثيم واحد عنده باسبور فرانساوي ولا اسمه كذا وهم بعدين أغلب الإعلاميين إذا ما يتحدثوا يتحدثوا على أساس الجالية اليهودية بالتونسية ومثلاً ما يجي اليهودي بالتونسي تم مواطنين تونسيين يدينونا باليهودي هذاك علاش شارلي بيريز وهو مش أول فيديو يعمل تذكروا اللي كل عام يعملت روعة كاتر فيديو بمناسبة ومن غير مناسبة أكثر واحد هذاك تقريباً قائد الكاتيبة اللي تقوم بالدعاية المجانية اللي فائدة سياحة تونسي وإنسان تونسي أكثر من بارشة وينسا يعللون وطنيتهم في وسائل العلام وعلى الملأ وكذا ومن غير حتى فايدة شارلي بيريز بالدليل الفيديو هذي تقريباً هذي متاع توامتاع اسمه تقريباً ويلبس ديما الشاشية التونسية كي سواء موجود في تونس ولا أيضاً هذا المعطة الأول المعطة الثانية رو اللي صار اليوم باعتباره عملية إرهابية نزيد نكررها مرة أخرى راهوا مهما كانت الماكينة اللي يراه تستهدف أن يتضرب الخصوصية والذاتية التونسية من خلال جربة راهوا جربة أعرق المؤرخين عبر التاريخ من هيرودوت حتى فرناند برودال فرناند برودال عندما يتحدث عن ميديتراني أوطان دو فيليب دور ويتحدث عن جربة خصوصية جربة يخليني نفهم منه اللي أقره وهو فرناند برودال وما أدرك اللي جربة سيليل لا برمير إيل كوسمو بوليتيك أمونت أول جزيرة كونية تستوعب الدنيا الكل في العالم وإلى حد الآن التنوع المذهب الموجود في جربة وليس موجود في حتى بلاصة وينسمى الأباضية واليهودية والسنة والشيعة والدنيا الكل تتعايش مع بعض صحيح صحيح ويتقاسموا ويتقاطعون جميعهم على التسامح وعلى الانتماء إلى نفس الأرض نفس التاريخ نفس الهوية ويلوجوا على نفس المستقبل يلوجوا على نفس المستقبل مع بعضهم إذن اليوم قبل ما نمشيوا لتصنيف العملية هذه أقرر أو أعتقد على الأقل أن العملية هذه إن لم تكن عملية نوعية فهي مبرمجة ومبعدين عندي كبريل وعند قرية مبرمجة بالتوقيت وبالأداء وبالعشرين كيلومتر من المنتجة من دار الشباب أو المركز اللي بحثت دار الشباب في منتجة عجربة حتى الغريبة العشرين كيلومتر هذه كان عندها معنا مباتي لتعلم محمد الريك